يستمر العدوان الإسرائيلي ويستمر معه التواغل البري مع تصد المقاومة الفلسطينية للقوات الإسرائيلية المتواغلة في مناطق مختلفة لنفهم أكثر المناطق التي تتواغل فيها القوات الإسرائيلية نبدأ بمنطقة الشمال الشرقي من القطاع وتحديدا في بلدة بيت حانون حيث تخوض المقاومة اشتباكات عنيفة فيها مستخدم الكمائن التي نصبتها ضد قوات الاحتلال أما في بيت لاهيا في الشمال الغربي من مدينة غزة وحتى شارع عشر جنوبية المدينة تتمركز الدبابات والأليات العسكرية الإسرائيلية على طول شارع الرشيد على ساحل البحر فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز داخل مدينة غزة حيث يدور قتال شرس في مخيم الشاطئ فيما تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامها لمستشفى الشفاء موقعة شهداء وجرحة بينما عمدت على تفتيش مباني المشفى والتحقيق مع أفراد الطاقم الطبي والنازحين داخله رغم تحذير منظمات دولية من مخاطر شديدة تهدد المرضى والأطفال الخدج داخل المجمع الطبي إذا متجهنا قليلا جنوبا نحو عمق مدينة غزة فهناك تدور اشتباكات في مفترق السرايا حيث يضغط الاحتلال الإسرائيلي من هذه الناحية كما تنتشر قوات الاحتلال عند مفترقات الطرق وتفرعاتها خاصة شارعي عمر المختار والجلاء كما تدور اشتباكات عنيفة في محيط ملعب فلسطين ومفترق المالية والجامعات باتجاه حي الصبرى شرق المدينة فيما أعلنت كتائب القسام استهداف عدة آليات للاحتلال في حي النصر في محور وسط قطاع غزة تمركزت الآليات الإسرائيلية بين جحر الديك ومخيم الزيتون أو حي الزيتون ومخيم البريج حيث يهاجم المقاومون جنود الاحتلال ويستهدفون آلياتهم وفق البلغات العسكرية كما تمركزت الآليات عند منطقة شارع صلاح الدين باتجاه شارع الرشيد وشارع عشرة من دون تقدم قوات الاحتلال باتجاه حي الزيتون أو شمال مخيم البريج وشرقه أما في جنوب قطاع غزة إذا متجهنا إلى الجنوب لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي التقدم أو التوغل في محور مدينة خان يونس من جهة منطقة خزاعة أو شرق مدينة رفح حيث تتمركز القوات الإسرائيلية بكثافة منذ بدء العدوان على قطاع غزة وبقيت خلف السياج الأمني ترجمة نانسي قنقر